اشتركوا في القناة ونسمى الله ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعي فاكرين صلصة التماطم اللي انا كنت في الروتين بتاع اول امبارح والمفروض الروتين بتاع امبارح بس انا ما نزلتش امبارح روتين ونزلتلكم محل الادوات المنزلية المفروض الروتين دوت اللي انا بصوره دلوقتي دوت كان ينزل امبارح فانا ما نزلتهش لاني ما كنتش لسه خلصته تعالي معايا بقى ونشوف هنعمل ايه في الروتين دوت صلصة التماطم طبعا خلصت معايا وضربتها بالهند بلندر وصفتها وعبتها في الاكيس طيب هحطها فين او عايزة مثلا احطها في مكان نديف ففكرت اللي انا احطها في الفريزر بتاع التلاجة الاول يعني ازاي يعني او مش فاهمين بصي انا عندي الفريزر اللي هو ديف فريزر ماشاء الله مليان فقلت ايه ابدأ اللي انا افضيه واحدة واحدة كده واشوف الحاجات اللي انا محتاجة لنا استخدمها الايام ديت واخلص منها علشان خطر ايه لو جبت خضار عشان افرزه عشان شهر رمضان وانتو عارفين احلى خضار بيتفرز هو الخضار بتاع شهر واحد خضار وفاكهة بيبقى كل حاجة متوفرة وكل حاجة جميلة كده والخضار بيبقى طازة وفرش وحلو هنفرزه مع بعض ان شاء الله انحيانا ربنا الشهر ده بازن الله فقلت اخسل الفريزر بتاعي التلاجة برضو بيساعدني في التفريزات ازاي يعني هحط دلوقتي هنا معاكم كل حاجة وهتشوفوا ازاي بنظم الفريزر بتاعي التلاجة وبعد كده بقى نشوف بقى الفريزر بتاعي اللي هو ديف فريزر يعني هنعمل في ايه غسلت الفريزر بتاعي كويس جدا 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 بالصبون وبالميا وبالخل وعقمته وخليته نضيف وزي الفل زي ما انت شايفة كده بس اهم حاجة لما تيجي تخسلي الفريزر بتاعك ما تجيبهش في الفتحات اللي انت شايفها ديت صبون او ميا او اي حاجة يعني ما تجيبش اللي زبونش عليها خالص طب بخسله بايه بالصبون العادي بتاع المواين اللي انت بتخسلي بالمواين بس ما بحطش كتير عشان مايرغيش معينه رغى معايا والدنيا بوزت بس الحمد لله قدرت اسيطر على الموقف وقالم الدنيا كده شلت الرف طبعا اللي هو بيبقى في النص فيه تلاجات كتير بيبقى فيها تلات رفوف وفيه تلاجات بيبقى رفين وفيه تلاجات بيبقى رف واحد انا الفريزر بتاعي دوت رف واحد فشلته غسلته وزبطته ونشفته وحطته بالشكل ده اللي بيوسخ الفريزر عندي وبيخلي الدنيا تتقلب كده معيني ايديا على طول في الموضوع اللي بيوسخ الدنيا عندي هو الرد اللي بتنزل من العيش انيسة منا او بشمهانتس يوسف بيفتحوا شنطة العيش وهي في الفريزر ويبدأوا يسحبوا من نهر الرغيف اللي هما يغدوه او الرغفين فطبعا مع التكرار بيبدأ اللي هو الايه الرد تنزل مرة على مرة على مرتين على عشر مرات يعني فالرد بتبقى كتير اوي مع التلج فالموضوع بيبقى صعب جدا اما انا بخرج الشنطة كلها وباخد اللي انا عايزيه وبرجع حطاتين المهم خلصت كل حاجة وزبطت الدنيا ونشفته كويس جدا 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 حتى الفتحات اللي انتو شايفينها في هناك ديت عملتها بالسلكة بتاعت الودان او الودانة عارفينها اكيد ونشفته بقى بالمنزيل وهبدأ اللي انا دلوقتي ارصي في الحاجة العلبة اللي انا حطتها الاولانية دي علبة القشطة وان شاء الله قريب جدا 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 هنعمل مع بعض القشطة علشان خطر عايزينها بقى سامنة بلدي وطبعا العلبة التانية بتاعت الزبدة عندي هنا العلبة ديت دي اصلا في الاساس لانش بوكس بس اللي خلانا احط فيها التوم وانا بخرج الحاجة بتاعت الفريزر علبة التوم وقعت الكسرت وقعت على رجلي بس الحمد لله عايز اقول لكم الهيام الماني قوي بس هو قدر الله مشاء افعل فروحت بقى عشان العلبة الكسرت ومش متوفر عندي علب حاليا واللانش بوكس بحدش بيستعمله فقلت احط في التوم وطبعا العلبة اللي هناك دي فيها سامبوسك اللي احنا عملناها مع بعض اخر مرة وبرضو العلبة اللي انا لسا احطها وفوق العلبة السامبوسك اللي هي غطاها لونه وبامبا ديت فيها اشطة اه اتملت على الاخر طبعا علبة تهرست الشطة بقى اللي هي التوم المطحون اللي هو الاحمر على طول ببقى حطها بقى في الفريزر اللي هنا القريب من المطبخ علشان خطر مش كل شوية هروح افتح اتزيب والكلام دوت كده بحط الحاجات اللي هي بتبقى قريبة مني جنب المطبخ عندي يعني اللي هو الاستهلاك اليومي بتاعي اه توم القشطة مثلا يوم بعد يوم ببدأ اللي انا اطلحها من اللبن الزبدة اللي هرست الشطة السامبوسك الحاجات اللي هي البسيطة دي كان عندي كيس كده فيه شوية جبنة متزرلة فاروحت امفاض ديابة في العلبة الزغيرة ديت وطبعا هحطه برضو معاه طب الفريزر بتاعي دي فريزر بتحطي فيه ايه هي بقى قبل كده عملتلكم فيه جولة وقلتلكم كل درج مخصصة لحاجة ازاي يعني مخصصة درج للحمة مخصصة درج للفراخ مخصصة درج للفكهة هكذا الخضار وكمان التماطم درج الوحديها يعني كل حاجة مخصصها كده ببقى من جوايا مستريحة كل حاجة الوحديها عايز اقولك اللي انا الدرج الاخير اللي تحته خالص والله لسه عندي كمية طوم مش قادر اقولك عليها بتاعت السنة اللي فاتت برضو حطاهم كده مع بعض في الدرج الاخير لان الدرج الاخير دوت بيبقى صغير قوي هسيب لكم الجولة بتاعت الفريزر ديت في اول كومنتو مسبت ان شاء الله يلا بقى انت كمان يلا شوفي وراكي ايه زبطي كده الفريزر بتاعت التلاجة واستعدي بقى للتفريزات بتاعت رمضان علشان خاطر ايه ما ترجعيش تقولي ايه ده انا ملحقتش افرز والحاجة مشت ومش موجودة والبسلة نشفت وبقى بتبقى التعمها يبقى مش حلو لا فرزي الحاجة وهي في قوانها كده بتبقى حلوة او طبعا انا رصيت العيش وهرجع تاني اعيد اللي انا عملته دوت ازبري بس على انت عارفين اللي انا مجنونة طبعا الصلصة الطماطم ديت انا عاملها من مبارح يعني مسلصلها من مبارح طبعا انا مجيتش جنبها خالص عشان مش هينفع عب الاكياس وهي سخنة سبتها تبات على البتاجاز لحد تاني يوم الصبح وبدأت بقى دلوقت اللي انا اعب بها في الاكياس بعد ما صبنت الفريزر ونظمته وخليته نضيفه زي الفل بتبدأ اللي انت تربطي الكيس من فوق خالص الاول بتبرم الكيس وبعد كده بتبدأ اللي انت تربطيه علشان خاطر لو فيه هوا ولا فيه اي حاجة دي يبدأ اللي هو يخرج يبقى هو اللي في الكيس بس الطماطم وعايزة اقولك اللي الطماطم دي مركزة جدا 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 انا حطة في كل كيس كوبايتين معايراهم كده يعني كوبايتين حلوين اوي كوبايتين بقى مع مثلا ايه لو انت هتعملي مثلا خضار هتحط مثلا معاهم مغرفتين شربة او تلات مغارف شربة ما فيه شربة هتبقى مية اه وهكزا يعني اكيد فاهميني انا عارفة طبعا انا مش بعلم حد ولا اي حاجة انا عارفة اللي انتو ما شاء الله و اكبر اه شطريين وبتعرفها تعملوا كل حاجة بس احنا بنفكر بعد يعني او بشرح لكم انا بعمل ايه طبعا اللي هي بحطي في كيس تاني علشان خاطر مرة حصلتلي اللي انا حطتي الطماطم في كيس وبعد كده ما كانش عصير طماطم كان عصير مانجا حطيت المانجا في كيس وبعد كده حطتها في الفريزر فالكيس بقى كان فيه مية من الدية كده شوية فالزق في الفريزر بدأت اللي انا اشده الكيس اتقطع والدنيا ادهولت وكانت لسه متلكش قوي فمن ساعتها بقى وانا حرامت يعني فقلت لأ مش مشكلة ان نستغنى عن كيس تاني او شوية اكياس تاني لكن كل واحد في كيس كده ببقى مستريحة من جوية ببقى حسن للموضوع كده في امان اكتر يعني اكيد فاهميني طبعا بقى انا كنت هنزل لكم اصلا الحلقة بتاعت التماطم في شهر اتنين لكن لقيتكم منتك كتير قوية هيبلق نزليها عشان نلحق نعمل زيك بالزبط بصوا اعملوا كده زي ما انا عملت كده روقت الفريزر ان شاء الله الحلقة اللي جاية نروق مع بعض ديب فريزر وبعد كده نبدأ بقى سلسلة فيديوهات عن تفريزات رمضان ان شاء الله انت عاملاها وروحت عاملة ايه بقى؟ نزلت تحت طبعا ما فيش تلج دلوقتي لان احنا في الشيطة ما بعملش تلج فنزلت الكيس بتاع البورجر دوت نزلته حطيته في الدرج وروحت زنقت بقى لعيش كده هنا وحطيت بقى الطماطم لسه في طماطم هكملها يعني هحطي فوق الطماطم ديت بس انا عشان خاطر الصينية ما تبقاش تقيلة على قدية وكده يبقى انا رصيت بقى الطماطم بتاعتي وتعلي معايا بقى نعمل مع بعض الغداء علشان خاطر احنا كده اتأخرنا قوي من ساعة مسحيت من النوم وانعملها اعمل في الفريزر لأ 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 انا شغلت الغسالة وانشرت غسيل وزبطت الشقة وخليتها نضيفة وزي الفل وبعد كده بدأت اللي انا اعمل في الفريزر طلعت كيس اللحمة وسبته يفك شوية وعبال ما خلص طبعا بعد الارهوك اللي انا عملته ده كله محتاجة بقى اعمر دماغي شوية عملت ايه عملت كوباية شي بص الاول انا كنت بعمل يانسون يعني طلعت في دماغي كده اللي انا عمل يانسون بعد كده قلت لأ مو دي مش جايب الينسون يعني فرحت شنت الينسون وحطيت بداله الفطلة بتاعت الشي هصب بقى المياه كده ونعمل كوباية الشي كده طعمها حلو عقبال ما اللحمة بتاعتنا تستوي انسي لسه قادر بتتفرج علي وانسي وراكي حاجات كتير جوا في المطبخ يلا قومي بالنسبة بقى للرجالة اللي بتتغاز شويتين تلاتة كده من يعني اقول لكم ايه من زوجاتهم اللي هم بيتفرجوا علي ليه بتتغازوا يعني انا مش عارفة يعني عشان طول الوقت مسكني الموبايل وبتفرجوا على هيبة يعني الكومنتي دوت بصراحة جالي اكتر من تلات اربع برات بتقول لي جوزي بيغير لما بمسك الموبايل وقعد اتفرج عليك يقولوا مين هيبة ديت او انت بتتفرج على مين هيبة يا جماعة انا بقت مشهورة صحة ولا ايه قلو له بصي لما هو يقولك كده قلوله دي اختي بص دلوقتي بقى اللحمة بتاعتي بدأت اللي هي تطلع الريم بتاعها فقبل يعني قبل ما تخش في استيوة اوي بحطي بقى الحاجات اللي انتم شايفينها دي بخليها تطلع الريم الاول وبعد كده بنزل بالاعشاب بتاعتي عليها عشان تديني طعم حلم بس طوعا بشيل الريم حطيت ايه حطيت ورقتين اللي هو الورق الغار ويه كمان اه حبايتين فصين حبهان يعني على ربع معلقة اه اسمائي دي كنت اقول لكم مستردة لأ 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 اسبري بس اللهم وصل على النبي ربع معلقة رحان وربع معلقة فلفل اسود وربع معلقة اه زعتر وربع معلقة روز ميري ومعايا بصلاية صغيرة وبس كده هبدأ دلوقتي اعمل ايه هبدأ اللي انا اشيل الريم من فوق الوش بتاع الشربة هي طلعت الريم بتاعها هبدأ اللي انا اشيله طبعا النهاردة هنعمل اكل ايه خليها مفاجئة وزبوري بس كده هوريكي كل حاجة نزلت بالبصلاية وبعد كده نزلت بالحاجات اللي انا لسه ايلالكم عليها طبعا كده بقى هسيب اللحمة تعيش حياتها على النار بس هغطيها علشان خطر ايه البخار اللي هيطلع منها ده وقت يسوي اللحمة ما تسيبيش اللحمة بتاعتك علي انا اغطيها بس بس اسيبي بس ايه يعني عرفة آآ ورب الغطى كده عشان ما تفرش على البتجاز كده بقى كان عندي شوية موعين شوية كتار يعني مش شوية صغيرين لا شوية كتار مطرح بقى ما عملت الفريزر وكمان آآ بما اني يعني بعمل الفريزر فقلت اعمل التلاجة بالمرة بروحنا واقفين بس بصراحة انا ما صورتهوش يعني بس انا عملت التلاجة برضو بالمرة آآ فطلع بقى موعين من التلاجة وحاجات كده كنت مستخدمها وكان فيه برضو اطباق مطرح الفطار فقلت اخسل الموعين بالمرة واحنا واقفين بنعمل الاكل وبنشرب كوب بيت الشي عشان ما يبقاش ورانا حاجة والدنيا تبقى رايقة ونضيفة وزي الفل يلا بقى حط اللايك بتاعك وشكلك لسه محطيتش اللايك طبعا كلنا عارفين اللي احنا بنعمل ايه واحنا بنخسل الموعين مش شرط الموعين بس والله عايز اقول لكم على حاجة حلوة قوي الفترة اللي فاتت ديت انا كنت مخنوة قوي وزهقانة ويه لحد دلوقتي مخنوة كده مش عارفة حاسة لانا آآ في حاجة مضايقاني آآ طول الوقت دمعتي قريبة مش عارفة بحس اللي انا عايز اعاية طول الوقت مش عارفة ليه بس بصراحة عايز اقول لكم اللي انا يعني بقالي بالزبط كده تلات ايام كل يوم بعض استغفر ربنا اكتر من الف مرة بعض آآ اقول لا الهي الا الله اكتر من الف مرة حاسة للنفسيتي بدأت اللي هي تتحسن شوية حاسة للنفسيتي بدأت اللي هي طروق شوية آآ فياريت لو في حد زي كده آآ تعملي اللي انا بقول لها عليه والله هتبقي مستريحة قوي 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 استغفر كتير ادعي ربنا اكتر آآ آآ كل حاجة نفسك فيها ازبري هتتحقق بس واحدة واحدة والله مش مش هرجلة وبسرعة كده لا ازبري آآ زي ما زي ما بقول لكم الكلام دوت انا بقوله نفسي يعني باعد كده مع نفسي اقعد اقولي الكلام دوت مع نفسي بس كده خلاص غسلت الموعين بصوا بقى يعني انا لما بتكلم في المواضيع ديت آآ مودي بيروح في حتة تانية اكيد لاحسته من الصوت فخلاص على كده الحمد لله آآ غسلت الموعين وزبطت كل حاجة والدنيا بقت عندي تمام حبيبة قلبي طلبت مني يا هيبة الرز بيبوز مني كل ما بعمله الرز آآ يعني مش مش شايفة اسهل من الرز المهم ما هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة حلوة علشان خاطر ما يبص منك انتي بس تخل المطبخ كده وانتي بتسمي لا صدقيني ما فيش حاجة هتبوز منك وخلي كده عندك يقين او ثقة اللي كل حاجة انتي هتعمليها اكيد هتطلع حلوة طول ما انتي بتعملي الحاجة بحب وبتعملي للشخص اللي انتي متجوزاه الاكل او لولادك بحب كده ومن قلبك صدقيني الموضوع هيختلف حتى لو انتي قاعدة مع حماتك واي ما تتبخلهم للعيلة كلها صدقيني لما تعملي الاكل بحب موضوع هيختلف تماما الحب هو النفس يا جماعة النفس اللي هو زمان كانت تقول نفسها حلو في الاكل لا ده هي دخلت تعمل الاكل بحب علشان كده طلع الاكل طعم وحلو غسلت الرز كويس جدا انا هعمل تلك كبيات بس غسلته كويس جدا ملكش دعوة بالكمة بتاعي المبلول دوت طول الوقت الكمة بتاعي المبلول والدنيا عندي بايزة بس الحمد لله بس انا هعمل النهار ده الرز هعمله بالزبدة طبعا انتي يفضل تعمليه بالزيت او او بالسمنة على حسب ما انت عايزة المتوفر عندك مش هكبرك على حاجة يا سلام بقى لو عندك حتة سمنة بلدي فلاحي من بتاعة الايه السمنة الفلاحي دي هنعمل ايه دلوقتي اا عندي كيلو لبن كنت جايبا مبارح بس انا نسيت بصراحة اغليه فسيبته في لاجة بايت على الرف بصو انا بفضيه وحاسة اللي هو هيقطع يعني احساسي كده من جوايا بيقولي اللبن هيقطع اا مش عارفة كدبت الاحساس اللي جوايا وحطيته على النار ونشوف بقى ربنا يساهل هيقطع ولا ايه اللي هيحصل كده الحلة بتاعتي بقى هحطها على النار مفاش مية ومفاش اي حاجة خالص هنزل بتلت مكعبات الزبدة دول وهحط معاهم شوية زيت زغيرين علشان خطر الزبدة بتاعتي ما تتحرقش لو مش عندك زبدة قلتلك ممكن تستعملي زيت بس او ممكن تستعملي سمنة بس على حسب منسي ما بتحبي طبعا الرز غسلته كويس جدا 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 وصفته كويس جدا 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 من المية بتاعته تخسليه مرة واثنين وتلاتة ودعكيه كده بايديكي عشان لو فيه ترابة او فيه اي حاجة يبدأ اللي هو يتشيل كده نزلت بالرز بتاعي مش شرط يكوني عندك بقى طبق بتاع الرز اللي هو بتاع غسيل الرز عارفة والله العظيمة عندي ومش بستخدمه بسهل على نفس المواضيع كده ولسه هروح اجيب الطبق ومش عارفة الدنيا بتمشي يا جماعة مش لازم يعني نحبكها او شويتين طلاتة نزلت بالرز بتاعي على الزبدة بعد ما الزبدة كنت اقول لكم دابت بعد ما الزبدة ساحت وهبدأ اللي انا احمر حبيت الرز بتاعتي لو فيها اي نقطة مية او فيها شوية مية مطرح ما احنا غسلنيه هيبدأ يتحمر معي الرز والمية دي هتنشف اول ما الرز يبدأ اللي اللون بتاعه يتغير كده من اللون اللي هو الابيض العادي لللون الابيض اوي كده يبقى الرز بتاعنا تمام تمام فيه ناس بتعمل ايه بتحط الزبدة وتحط كمان تعاير الرز وتحط المية وتسيب المية لحد ما تغلي وبعد كده تروح نزلة بالرز بصراحة كنت بعمله الاول بس حسيت لما بحمر الرز كده طعمه بيبقى احلى رحته كمان بتبقى حلوة اوي احساس تاني يعني اجربي كده وجربي كده والطريقتين شفي انا اللي هينفعك واعملي بس انا من رأيي هي الطريقة اللي انا بعمل بها دي حلوة اوي الطريقة التانية بعملها امتى لما بكون بقى عاملة رجيم اه بسهل على نفس كده ومن غير زيت ومن غير سمنة ومن غير اي حاجة خالص يا دوب المية تغلي هو روح نزلة بالرز يبقى رز مسلوق هنا هعمل الرز بايه هعمله بشربة حبيب قلبي اللي سألوه التوني كتير جدا يا هيبة هو انت ليه مش بتسقي الرز بتاعك بشربة مع اني بتبقي بتعملي شربة ومتوفرة عندك الشربة ولادي ما بيحبوش بالشربة يا جامعة بس انا اتعمدت المرة دي اللي انا اعمل الرز بالشربة عشان ايه ارضي فضلكم وعنا ازا اقول لكم اللي انا اتدبست فيه انا اللي كلته ها بقى هم بيكلوه بحاسين اللي في حاجة غلط يعني ايه علشان خطر ما لاقيش بقى واحدة طرعالي او انت ليه مش بتعملي الرز بالشربة ازيني المرة دي عملته بالشربة وتنزل المرة دي يا حنفي بس كده خلاص حطيت الشربة بمقدار الرز بتاعي وطبعا حطيت الملح وهسيبه بقى على نار هادية اول ما ياخد الغلوة طبعا هو خد الغلوة بسرعة علشان خاطر الشربة سخنة هياخد غلوتين على النار وبعد كده هوطي النار وادخله على العين اللي جوه عايز اقولك اللي في المرحلة دي كان الرز استوى واللحمة استوت وكمان صفيت الشربة بقى من اي رواصب او اي اللي هي التوابل اللي انا حطيتها في الحلة الزغيرة اللي هنا جديد وهينا اللحمة هحمرها وهيبقى الغدى بتاعنا ايه النهاردة رز ابيض وجنبيه شوية صلصة وكمان اللحمة آآ رز ابيض وجنبيه صلصة ولحمة محمرة ايوا كده معلش يا جماعة معلش باتوه بس تأثير اليوم انتو شايفيني اللي انا شغالة من اول مصحيت من نوم لحد دلوقتي انا لسه مخلصة دلوقتي حالا عشان كده كنت قعدة بس اجل لكم فلو الحلقة نزلت لكم متأخرة النهاردة معلش حقكم علي استنوا بقى الحلقة بتاعت بكرة جوية جدا 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 عايز اقولك اللي فيها طاقة ايجابية ان شاء الله يعني بصي كده الرز بقى ايه اللي حصله عشان سألنا بالشربة اللون بتاعه بدأ اللي هو يتغير شوية يديكي اللون اللي هو مش الابيض النوسع ده انا بحب الرز بتاعي يبقى لونه ابيض قوي عشان كده بس ايه بالمية اما دوت بقى تبصي فيه كده اللي هو اللون بتاع الشربة شوية كده اللحمة بتاعتي بدأت اللي هي تتشوح على النور حطيت عليها شوية ملح وشوية دقة وطبعا عايز اقولكم اللي الدقة بتحلي اي حاجة مش اللحمة بس يعني انت لو هتاكل بيها سيميطاية او بيضا مسلوقة بتبقى طعمها حلوة جدا او هترش شوية على حطة الجبن القريش طعمها حكاية انا جوعت تاني يا جمعة جوعتوني تاني بصوا كده خلاص اللحمة بتاعتي اتحمرت ما بسيبهاش على النار كتير عشان ما تنشفش تبقى نشفة على سنان الولاد لأ بتبقى كده طعمها حلوة متحمرة واغدى لون لكن طرية والسلسة بتاعتي والرز كمان وغرفة الشربة ويبقى كده الروتين بتاعنا خلص النهاردة بس كده خلاص بحبكم في اللاية احلى وقصية باخوات في الدنيا دي كلها ما تنسيش تحط اللايك بتاعك وتكتبيلي عملت اكل ايه لانك انت بطلت تكتبي بس كده وسلام عليك ترجمة نانسي قنقر